موسيقى 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 حالتنا حال الضيم، لا منظمات على التعمر ولا أبدا، لا أجتنا تعويضات ولا أجتنا في نسمة الإيجارات عدكم مي كاروان؟ الحمد لله، الحمد لله، الشيء عدنا له يهمزيك إن شاء الله عنه أبي السادة جي منينا؟ منينا مزدود؟ لا، لأخير منينا مزدود؟ الله يحفر الله، الله يبارك بي هذا هو فرع الله فرع الله؟ قابلوا فرع الله وصف الله يوم كانت إنا جولة بالشهواني في منطقة خزراج نحن نبارك جهود الأخت النايبة هدى جار الله أيضا دا ساعد أهلها في سبيل أنه ترفع الأنقاض، ترفع الدور الآلة للسقوط نحن همنا كبير، والمدينة منكوبة لا بد أن الحكومة المركزية تنظر نظرة أخرى إلى الموصل هم كبير جدا، لا يمكن أن يغطى بالميزانية وحتى صندوق الإعمار، لا بد أن تكون هناك مبالغ مخصصة خاصة للمنطقة القديمة في سبيل أنه نرفع هذه الأنقاض ونعيد بناءها تعويضات ضروري جدا أنه يصير تشريع لعملية التعويضات بالنسبة للأهالي اللي بيوتهم دمرت يعني مناظر تقطع القلب وتدمي القلب وإمكانياتنا قليلة جدا يعني ما تتناسبوا حجم الدمار اللي موجود لا بد أن تكون هناك التفاتة أخرى سواء من الحكومة المركزية أو من الدول الأخرى تتناسبوا الحجم الأضرار اللي موجودة مبارك أي جهود خير يساعد في تخفيف آلام ومعانات أهنة لكن معاناتهم كبيرة جدا لا بد أنه ينظر لحجم الدمار بنظرة أخرى في سبيل أن ننتشي الواقع أهنة أكرر شكري لأختي النائبة هدى أتمنى مبادرات أيضا أخرى من أخواننا النواب يساعدون ويساعدون في أن نستحصل مبالغ التعويضات بسرعة وأيضا مبالغ تخصص خاصة للمنطقة القديمة بالموصل أيضا من المناشدات التي تعرض دائما هنا شكر موصول لقناة الموصلية حقيقة الحضرت إلى هذا المكان قبل يومين وعرضت بعض الدور الآيلة للسقوط كان هناك مبادرة من قبل السيد النائب هدى جار الله الغبشة بتوجيه من قبل السيد الشيخ خميس الخنجر لإقامة حملة لإزالة الدور الآيلة للسقوط بإشراف من قبل دائرة بلدية الموصل والدفاع المدني واللجنة المشكلة من قبل قائمة قضاء الموصل بدأت العمال في مناطق متعددة من مدينة الموصل بالأخص المنطقة القديمة اليوم نحن في منطقة المياسة التي تقع في قلب المنطقة القديمة هناك عدة دور تم البدع بإزالة والحمد لله وفق معايير فنية هندسية بإشراف بلدية الموصل والدفاع المدني نوجه شكرنا وتقديرنا للسادة النواب لكل من يبادر ضمن حملة مهما كانت نوعها لتقديم الخدمة لأهلنا في هذه المحافظة هذا من جانب إضافة إلى المناشدات التي وردتنا من الأخوة المواطنين باتجاه عمل المولدات هناك اليوم إن شاء الله أمر من سيد محافظ مينوى أن يكون العمل كالآتي للعوائل التي ترغب بالاشتراك سيكون عمل المولدات من ساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية ليلاً تتخلى لها ساعة استراحة كل ثلاث ساعات على أن تكون الساعة الأخيرة ضمن العمل أي إذا وقعت الاستراحة من 11 إلى 12 لا تأخذ الاستراحة وتستمر هذا من جانب ويكون سعر الأمبير محدود حسب تجهيز الطاقة الكهربائية للمدينة من 4000 إلى 7000 كأهل حد وستصدر التعليمات بعد إن شاء الله 24 ساعة فيما يخص الشهر الحالي أما من يرغب أن يمضي بالعدادات فله الحرية باتجاه ذلك أن يشترك مع المولدات وفق معايير الموضوع من قبل لجنة المولدات في محافظة نينو إضافة أمر السيد محافظ نينو بإلغاء لجنة المولدات السابقة ورئاستها وتودع لدى السيد معاون المحافظ لشؤون الطاقة ويكون رؤساء الوحدات الإدارية أي السادة مدراء النواحي والقائم مقامين هم المسؤولين مباشرة عن محاسبة ومعاقبة المخالفين من أصحاب المولدات العقوبات ستكون كالآتي رفع المولدة بالكامل للمخالف ونصب مولدة جديدة في نفس الموقع البورد والخطوط والموقع هي ملك للدولة ليس لصاحب المولدة هناك لدينا كثير من الطلبات لنصب المولدات ستوضع أمام خيارين صاحب المولدة أما الالتزام بالتعليمات وأما رفع المولدة من مسألة ثانية للمخالفة تصل الغرامات لكل موقع مخالف إلى مليونين إضافة إلى حالتي للقضاء وفق الأحكام الموجودة القانونية وفق المادة 340 وهناك قاضي مختص للساحل الأيمن وقاضي مختص للساحل الأيسر تم تبليغ السيد مدير الشرطة من قبل السيد المحافظ أن أفواج الطوارئ جميعاً وآمري الأفواج يكونون رهن إشارة أي مخالفة من قبل إخبار المواطن ما أن تأكدت المخالفة سيحال إلى القضاء فوراً مع فرض الغرامات وتصل إلى رفع المولدة ونصب أخرى محلها اليوم لدينا هناك سبعة موقوفين محالين إلى القضاء بموجب المخالفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر